تعرضت البرازيل لنكسة رهيبة بعد الإعلان عن غياب هدافها نيمار حتى نهاية مونديال العام 2014 بسبب تعرضه لكسر في إحدى فقرات ظهره خلال الفوز على كولومبيا 2-1 الجمعة في ربع النهائي وتلعب البرازيل مع ألمانيا في نصف النهاء الثلاثاء المقبل في بيلو هوريزونتي واضطر نيمار البالغ 22 عاما إلى الخروج من الملعب حيث نقل على حمال إثر تعرضه لضربة بالركبة من قبل المدافع أخوان تسونيغا تاركا مكانه لإنريكي وكان مدرب البرازيل لويس فليبس كولاري قال إن نيمار من الصعب أن يتعافى قبل نصف نهاء المونديال الحالي وكانت البرازيل تعول كثيرا على نيمار في المونديال الحالي بعد تسجيله أربعة أهداف حتى الآن وسيغيب عنها في مباراة ألمانيا الثلاثاء المقبل في بيلو هوريزونتي قائد دفاعها الموقوف ثياغو سيلفا